طيب اخر حاجة هنقولها النهاردة بقى بالنسبة للكتر بتاعتنا هو البروسيسيز هلاقي ان انا عندي فيه بروسيسيز كتير الحقيقة فيه حاجة مثلا اسمها الاسموزز خلاص الاسموزز دي طريقة يعني ممكن هي معروفة دي حاجة احنا ما نبدعمش فيها اي حاجة هو بس ممبرين وحاكتين موجودين وهي الحاجة هتروح من الكونسنتريشن ولل الكونسنتريشن الكتير الكتير القلية اللي وحدها وخلاص يعني زي الديفيوزن العادي يعني بس بس هي بتبقى سليكتف ان فيه واحد او اتنين يع يعني عدد معاين من الاسموزيز هو اللي بيعده مش كل حاجة حلانا في حاجة اسمها ريفرسوز موزز دي يمكن معروفة برضو ان هي بقدر اعمل بيها العكس بقى ان انا بقى بلاي برسر علشان الاسموزيز بدل ما هو هيروح من الكونسنتريشن عالي للقلية لا وهيروح من القلية الكتير هنشوف برضو فيه حاجة اسمها الدياليسيز دي اللي هي الغسيلي الكلوي وفيه بقى حاجة اسمها المايكرو فلتريشن وفيه الالترا فلتريشن والبيرفابوريشن والجاز برم ايا كان بقى يعني هتلاقي الطرق كتير يعني انا ما ظنش ان احنا هنلحق نغطي كل الطرق دي في الكورس بتاعنا بس يعني هنحاول على قد ما نقدر نغطي اشهرهم او اهمهم بالنسبة لنا يعني من ناحية الانجينديني انا اللي اهمني بس دلوقتي كام نقطة نتكلم فيهم اول حاجة ان هما هينفعل طبعا معظمهم هتلاقي ان ده بيبقى دايما الليكوودز اه وزي ما قلنا في 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 الووتر تريتمينت هتلاقي بقى الروبيرس ازموزز والمايكرو والالترافيلتراشن في في الposem بيتعتمد على لكوود ولفيكور بريشار بتاعته فهتلاقي برضو في الليكوودز اكتر اللي دا إلسز طبعا اللي في الليكوودز لان هي بتبقى غسيل بتاع غسلة يعني غسيل كلوي فبياخد الدم وينظافه في اهumin في الليكوود فيز بس هي بتنفع برضو في الجاز برمياشن وفي دي بتنفع في جاز وليكود فهي بتنفع في الحالتين هتلاقي ان في كل الكيس دي مع عدل الاسموزي الاسموزي دي احنا بنقول حاجة بنخليها يعني بقية الكيس انا بشتغل عند يعني لازم يبقى فيه فرق ما بين الناحية دي وما بين الناحية دي وده اللي قلتم تشعر عشان كده احنا دايما بنحتاج نخلي الممبرين اما يبقى تخين او يبقى رفيع وعلى سابورت علشان يقدر يستحمل ده ده اما حاجة ضرورية علشان البروسيس تمشي يعني زي كده لو انا ما عملتش الفلو هيمشي في العكس عكس الاتجاه اللي انا عايزه وده حيبوز الدنيا طبعا او ان انا اضمن ان انا عندي كافي يقدر يمشي بريت عالي او يعالي بحيس ان انا اضمن ان اسمو ايه دوت يعني ان يبقى حاجة اكنوميك لي imitation هتلاقي ان هو هنا بيقولك ان فيه حاجات بيبقى شغال بـ porsomembrane فيه حاجات بيبقى ميكرو يبقى فيه حاجات بتشتغل بـ nano porous membrane اسف non porous membrane وفيه حاجات بيبقى ليه لكد membren فامي فاي دي ممبرين بس ممكن يبقى على ممكن يبقى يعني مش لازم يبقى يعني وهنا بيدينا شوية زي يعني ايا كان فهي دي الطرق دي موجودة يعني الطرق دي مش كلها على فيها حاجات لسه يعني يعني موجودة في وحاجات لسه بس يعني عشان نفهم شوية الفرق بينهم هتلاقي ان يمكن الفرق الكبير اللي بيفرق معظمهم عن بعض يعني هو بتاع 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 اللي حتتفصل عن بعض فعليه مسلا ان بيشتغل يقدر يعني لو انا بتكلم على ان انا بشيل حاجة من مية فهو حيشيل الحاجات من عشرة لمية مايكرو فهو انا جايب لي مسلا هنا اه بتاع الحاجات فمسلا ممكن يوصل لعشرة مايكرو فوصل هون ايش يعني خلط فممكن لو انا عندي يشيل للستارش اه يشيل بقى طبعا رمله زلط وهو حاجات الصغيرة دي اللي هي بتبقى كبيرة يعني لنسبة لليه هلاقي المايكرو فلتريشن تبقى شغالة من اه من عشرة مايكرون الف انجستروم دي اللي هي يعني هتبقى ياريد دو انجستروم دا ستبقى ثابت دي يعني فكأنها ياريد دي ياريد σыми وفيل الدستارش نود يعني احنا بنتكلم آآ انا مش عارفة قرية داه ان هي مش عارف cellular مش وا algumaس مش اي ندفع ISM بكتيريا ده ودي باكتيريا تانية فالبكتيريا دي ممكن نشيلها بالمايكروفلتريشن. خلاص. هلاقي بقى فيها حاجات في الالترا فلتريشن دي هتحتاج بقى يعني الاصغر مثلا من حوالي يعني خمسين انجستروم لغاية الف انجستروم. احنا بنتكلم في حاجات بقى زي زي ايه مثلا الهيموجلوبين بتاع الدم. خلاص هتلاقي زي الفيروس الزي في الونزا. الحاجات دي ممكن تتشيل بالالترا فلتريشن. بيشتغل لغاية بقى اصغر من كده بكتير. خلاص وعشان كده ده ممكن يشيل مثلا الملح اللي في المية. خلاص انا ممكن يشيل يعني خلاص فهو يشيل لو في حاجة في السكروز ولا حاجة. في الحاجات دي بتبقى ممكن يقدر يشيلها. خلاص. فده يمكن علشان نفهم شوية الفرق بين الحاجات دي وبعضها. تاني بتاعتها وبتشتغل ازاي في فرقات طبعا بينهم. ودي هنحاول نمشي معا بيها واحدة واحدة. بس هي دي الطرق الاشهر والاكسر استخداما اه في الاندسترية السكيل او في الابليكيشن زي اللي احنا بنقابلها في حياتنا كتير يعني. فحققها في الحد كده المرة الجاية ان شاء الله بقى الاسبوع الجاي حنبدأ بالميمبرين شيفز اشكال الميمبرينز والميمبرينز دي بشكلها بيبعمل كده ليه وبنركبها ازاي وكده. في يعني نشوفكم بقى المرة الجاية ان شاء الله. والسلام عليكم.